السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة التطورات في المنطقة السريعة ومتلاحقة والسيناريوهات المحتملة في الأيام القليلة القادمة أو الأسباب القليلة القادمة غير مشجعة يعني وإحنا نسأل ربنا سبحانه وتعالى الأمن والسلامة لمصر ولكل بلدنا العربية أنا عايز أتكلم عن المظاهرات الكسيفة اللي خرجت مبارح في إسرائيل التقديرات بتقول إن نصف مليون إسرائيلي تظاهر بالأمس في تل قبيب وشفنا صور فيها حتى بعض الرموز السياسية زي تسبب ليفني شفت لها الصورة وهي في التظاهرة بالأمس وفي مدن أخرى داخل الخط الأخضر يقدر عدد المتظاهرين 250 ألف فلو صحت هذه التقديرات فأنت بتتكلم على 750 ألف متظاهر يعني 10% من عدد سكان دولة إسرائيل يعني الكتلة الحرجة داخل الكيان الصهيوني تحركت بمعنى إن هذا الكيان قابق قوسين أو أدنى من التفكك والانهيار الداخلي ويبدو إن دي خطة السنوار اللي بيلعب على معنويات المجتمع الصهيوني الحقيقة لازم أقول بكفاءة وبصبر وبهدوء وبحكمة والحقيقة برضو ما عندهش بديل لأنه هو لازم يبرر الخسائر الضخمة اللي تكبدها قطاع غزة فلازم يخرج بمكاسب يسوقها للمواطنين الفلسطينيين والعرب وصاد حجم الخسائر المهولة اللي حصلت في حرب غزة وإن كانت الصراعات بهذا الحجم لا تحسم نتائجها بالخسائر سواء في الشهداء رحمة الله عليهم أو في المباني المهدمة لكن التظاهرات دي تؤكد إن الصادة والتشكخات داخل المجتمع الصهيوني لن يتعافى منها بسهولة ولا في الأجل القصير وإن بعض التقارير الصحفية اللي تحدثت إن نتنياهو يخشى أو جات له تقارير بإن إذا توقفت الحرب قد تندلع حرب أهلية داخل الكيان الصهيوني وكنت تكلمتكم إن ده موجود في تاريخكم لما تولى رحب عام بعد سيدنا سلمان عليه السلام حصلت حرب أهلية داخل إسرائيل وانقسموا إلى مملكتين يا رب يتقسموا ويتفتتوا ونشوف فيهم يا رب كل حاجة وحشة زيهم الحقيقة نتيجة بشاعة وقسوة ممارستهم واحتلالهم للأراضين هم قراصينة مثل يعني في كل الأحوال لكن ده مش كل الحكاية كل الحكاية إن ماذا سيفعل نتنياهو نتنياهو قد يفكر في الهروب للأمان أو هو بيفكر في الهروب للأمان طول الوقت ولكن قد تتعاظم حاجاته للهروب للأمان وأنا أعتقد إن جابهة الشمال قد تفتح بالليل النهاردة في اجتماع مجلس الوزراء الأمن المصرر وخلال 24 ساعة حزب الله ضرب 100 صاروخ رد منهم سواريخ ضربة الفجر رداً على الجريمة الدنيئة الحقيقة ناس بتعمى طافي تلاتة بتعمى طافي بيطفوا حريقة يغتلهم بمسيارة الحقيقة الجرائم الإسرائيلية دنيئة يعني عادوا غير شريف عادوا لا تحترموا لا تستطيع أن تحترموا لا تستطيع أن تصدق فيه لكن مش ده السبب لا المية صاروخ ولد تلاتة من الدفاع المدني اللبناني وبنعز الشعب اللبناني الشقيق هو ده السبب السبب أعتقد إن الأخبار اللي بتقول إن إيران بالفعل أرسلت سواريخ فاتح إلى روسيا على الرغم من التحذيرات الأمريكية فمعنى كده أمريكا هتقول لك الله ده أنا ما بخوفش إيران ده إيران ما خافتش مني أمريكا برضو بتتعامل مع العالم بنظام أنا عطريس يا أولاد خافوا مني يا أولاد فإزاي أقول للإيرانيين ما تبعتيش سواريخ وتبعث سواريخ فأنا كده هتطر يبعث سواريخ وأسلحة أخرى لأوكرانيا وتجاوز الخط الأحمر بتاع بوتين ولا ما بعتش ولا إيه فإيران لازم تتربى إيران مش هتتربى من وجهة نظرهم إلا لما يأسأسوا دوافر حزب الله وأعتقد أن حزب الله لم يكن موفقا حينما قام بالرد على اغتيال فؤاد شكر بهذا الضعف الحقيقة يعني ما كانش رد أحسن من أنه يرد بهذا الضعف لأن رده بهذا الضعف أعطى ثقة وجرأة لنتانياهو أخشى أن جبهة الشمال وإحنا عندنا نتانياهو مجنون قد تشتعل قريبا وقد تكون هناك إرادة لتكسيف الضربات على لبنان الحبيب نتمنى يا رب السلامة لكل أشقاءنا العرب طيب إحنا دورنا كمصيرين إيه هنا إحنا دورنا كمصيرين إن إحنا نعمل جميعا على توحيد الجبهة الداخلية ودعم القيادة القيادة في مصر اتخذت أعظم المواقف البطولية المشرفة الغير مسبوك من حرب تلاتة وسبعين وإحنا متابعين كلنا الأخبار إحنا دورنا كشعب واعي كشعب ناضي كشعب عنده جينات حضرية إن إحنا ندي رسالة لنتانياهو إن إحنا وراء القياد بالعند إحنا وراء القياد كل محاولات التخريب والتقسيم والتفتيت والتقسيم من 2011 ما جابتش معنا نتيجة وشكرا لحضراتكم